اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دورة لعب الجديد الاهلي ماشي بسبات ناكمل الدورة داخلين على بطولة افريقيا بطولة افريقيا تغيب على النادي الاهلي بقالها اكتب من 50 تحب تقول يلي الناس في الفترة دي عن النادي الاهلي والله اكيد الناس شايفة اللي هو النادي الاهلي تغير وبقى الاحسن وبقى الافضل وان شاء الله كل اللعبة يعني مركزة الفترة دي كلها واذا كان في دوري او في ماتشات افريقيا فكل طمحنا ان شاء الله ان نحقق بطولة افريقيا لان دي هي المرغوب فيها الموسم التاني مع النادي الاهلي ايه الفرق من النادي الاهلي واي نادي تاني؟ انا بصراحة من اول ما دخلت النادي الاهلي وحس بتغيير كلي يعني غير اي نادي عموما بجمهوره لان جمهور النادي الاهلي غير اي جمهور انا شفته قبل كده وراء اللعبة وبيسندهم بواقف وراء في ظهرهم على طول فالنادي الاهلي كمنظومة كلها يعني غير اي نادي سواء علي معلول بيلعب كابتر محمود وحيد بيلعب من النادي اهلي متطمينين على الجانب الشمال عند النادي الاهلي حتى كل جمهور بيقول علي معلول محمود وحيد مش فارق سبق المستوى واحد الاكلكم بعض عاملة ازاي حتى بينكم بين اللعبة كلها وبعضها لا انا وعلي طبعا اخوات يعني انا بحب علي بعيدا عن الكرة وعن بعيدا عن اي حاجة ده كنت بلعب بالاستشن انا هو مبارح مين اللي كسب انا طبعا كسبت كم؟ كسبت في الموتشات 3 واحد 3 موتشات وكسب موتش واحد طب يعني كويس انك في البلوستشن هو التقرس عليه جامل احنا هنقوله برضا اصلي قصة اللعبة دي انا ما بزعلش منها وقت ما ربنا يديني الفرصة بتاعتي فاكيد هبقى عنده حسن ظن الجميع ده اللي بركز فيه وقت ملعب اللي أنا بقى كويس ده اللي مطلوب مني لكن غير كده مش مطلوب مني حاجة شايف فيه تغيير في اداء النادي الاهلي ده الملاحظ لكل الجماهير انت شايف مستر فيلر والجهاز الفني اللي معاه والروح اللي ما بينكو الحلوة والتدريبات جد جدا ومستر فيلر انا شايف شخصيته يعني الناس كلها بتشوف انه هو يعني قريب جدا من مستر من الجزي وانت عارف من الجزي كان علامة مع النادي الاهلي شايف ده ازاي؟ هو انت انت اكيد شايف التمرين كل يوم وشايف الشغل وشايف كله بكتايد ازاي ازاي ازا كان لعبة او جاز فني كله عموما فاحنا احنا على طول مركزين يعني التمرين اكيد انه مطش عندنا بس فان شاء الله الفترة الجاية يبقى فيه مستوى احسن كمان تلقيت خبر انضمامك للمنتخب ازاي؟ على الايلا كورة من موقع يعني؟ اه من موقع طب ايه كان شهورك با تمرين فطبعا ما كدش مساعد بلو باع كده تأكدت يعني عايزين انا ربقها في البيت عملت ايه الناس الاهل كده عايزين نعرف يعني دخل الناس معك في الموقع والدتي ووالدي كلهم كلموني وبركولي وطبعا مراتي وكله يعني الناس القريبة مني كلموني كله وازا كان اخواتي ازا كان اصحابي كله يعني شايف عشر لعيبة من ندي الاهلي في المنتخب الاول واثنين لعيبة او ثلاث لعيبة هنقول بقى بالمعاريم بالناس كلها بس هنقول بقى يعني رمضان صبحي صلاح محسن في ناصر ماهر برضو كان في الاهلي ومعارقة بس يعني لعيبة كتيرة في المنتخبات هل فعلا ما قولت ان الاهلي فاي المنتخب فاي دي حقيقة دي من زمان عموما يعني دي مش مش جديدة عن ندي الاهلي زا كان اللعبة الموجودة تبقى في المنتخبات فدي مش جديدة عن ندي الاهلي طول عمره كده اخر حاجة شايف معسكر في الامارات ماشي ازاي واحساسكم بينكم من دعيبة واحنا عارفين بقى في حاجة معمولة ممكن انا هقولها للجماهير بحاجة عرفها ان كل لعب الكارت بتاعه على غرفته بس او دي حقيقة شراحة بقى لناس شان نستعرف يعني انت لو عايزت تطلع فوق دور زيادة لازم تنزل تحت في الريسبشن تاخد كارت وتطلع يعني واضح ان الدنيا متسيطر عليها اه لا لا المعسكر جميل والاجواء جميلة جدا واللعابة كلها قريبة من بعض والتبرين كويس شايف اللغة معسكر كويس جدا قولي اخر حاجة عايز رسالة توجيها لكل جمهور النادي الاهلي المتعطشين لمطش انا بشوف كل الناس عايزين مطش الاهلي بس احنا عايزين رسالتك انت الجمهور النادي الاهلي اه بشكرهم طبعا عن الدعم اللهم بيسندوني به على طول وان شاء الله بقى دايما عندي حسن ظنهم ودايما كده على طول بيسندونا وورا اللعبة بتاعتهم وان شاء الله يعني مش هنخزلهم في اي يومي اشتركوا في القناة